جيد اتفقنا إذا النظام ليست يقراط خلو المجلس الأعلى ما عاد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية صار المجلس العراق وبعدها صار الحكمة ما عدنا أحزاب دينية بالمعنى الحقيقي للأحزاب الدينية يعني ما عدنا مثلا أحزاب تتبنى فكرة مثلا الأخواء المسلمين عدنا الحزب الإسلامي اللي هو ضمر بشكل و بآخر يتبنى فكرة الإخوان المسلمين هذا لحد الآن هو يقول له كان الحزب الإسلامي أتبنى فكرة ما عدنا أحزاب بشكل و بآخر هي تتبنى الإطار الإسلامي كنموذج للحكم حتى فيه داخل لا ممارسة ولا نظرية الروح لأدبياتها تلقي أدبياتها مختلفة تماما تطورت على الأقل من 2010 و صعودا هذا بالجانب الشيعي تعال للجانب السني ليش الحل؟ مثلا حزب إسلامي؟ لو مثلا مسعود بارزاني حزب إسلامي؟ لو اليكتي لو البارتي لو التغيير لو كل الأحزاب اللي موجودة collaborating حتى وإن ظهرت بمسمى الإسلام هي ليست أحزاب إسلامي في العراق لا توجد هوية لا للأحزاب السياسية ولا توجد هوية واضحة للنظام ولا توجد هوية واضحة للإقتصاد ولا توجد هوية واضحة للديمقراطية أكو تشويش في كل الهويات سواء كانت الأصلية أو الفرعية نحن نريد أن نتخلص من الآيدلوجيات ونذهب إلى طرح فكرة أليكسندر بوب شاعر القرنة 18 الإنجليزي يقول دع الحمقى يتخاصمون على أشكال الحكومات فخيرها التي تدار بطريقة أفضل شلو شكل الحكومة؟ ولبراليا لو شوعية لو مدنية لو لو إلى آخره لو علمانية معاوة تجيب الشخص الحاكم اللي يقدر يوزع الثروات بشكل عادل وبشكل متساوي ما بين أبناء الشعب العراقي تجيب الحاكم اللي ما يعتبر هذا مواطن من الدرجة ألف وهذا مواطن من الدرجة أبا وهذا مواطن من الدرجة أجين تجيب الحاكم اللي ما يسمح لا لإيران ولا لأمريكا ولا للسعودية ولا لتركيا بين تدخل في أرض عجيب لهذا شلون يكون شكله خليكون أسود أبيض إن شاء الله ما يصلي ما يصوم ما لعلاقة شنو طباعة وتصرفاته والمدارس اللي تلمذ عليها جيب لي شخص يحكم بشكل صحي نظام حكم عادل لكن أنا ثق يا دكتور صلاة أن قمع تشرين قمع تشرين اللي هو يعني مراهج عن أشكال القمع السابقة لكن قمع تشرين الأخير كان بمفهوم ثيقراطي هو العداء للتجربة الإسلامية وذلك ذهبوا إلى اتهام تشرين بالضلال والفجور والسكر والعربدة والفحش وكل أشكال الانهيار والسقوط الأخلاق تريد العمق لأنه هناك ثقافة يقراطية تعتقد بأنه تشرين بديل لبرالي يعني أقصد هذا المفهوم الساد وداعتك كل الحروب في المنطقة وما حصل في تشرين هو ليس الغرض من عنده نعم مغطينا بغطاء آيدلوجي مغطينا بغطاء آيدلوجي ولكن في الحقيقة هو حرب حرب مصالح وحرب بفوذ ليست المسألة مسألة متعلقة لأنه الشباب اللي طلعوا هم خارجين عن الدين ويجب مواجهتهم لأنه أمر معروف نيع المنكر هذه خزعبالات قمعوهم لأنه يعتقدون أنه الشباب اللي طلعوا في تشرين ممكن يغيرون النظام وإذا تغير النظام نفوذ بعض الدول ينتهي عند حدود المعين هذا بالدرجة الأساسية قمعوهم لأنه بعض الأحزاب عدها مصلحة في استمرار هذا النظام ولذلك تغطي أنه هذول الشباب منحرفين وشيطنونهم ومارساتهم إلى آخر وما زالت من ذاك اليوم ولا أحد هذا اليوم ليش؟ ليس لأنه هم ذولة على أساس ظل الله سبحانه وتعالى في الأرض ويدون قيمون المعروف وينهون على المنكر أبداً المسألة مسألة الصراع مصالح وصراع نفوذ ولذلك شكوا إن شاء الله ينشك منعدهم في الناس رجال دين يدعون إلى نظام آخر سيواجهونهم بالإلحاد وأنهنتوا طالعين عن الطريق ياباً أنتوا صلون وراهم في يوم من الأيام لأنه الحرب في الحقيقة هي حرب مصالح وحرب نفوذ وليس حرب آيدلوجيال أبداً حرب آيدلوجيال أنا أعتقد انتهت منذ زمن بعيد